السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة الأفاضل حياكم الله مساكم الله بالنور وسرور وأسعد الله إيامكم الفيديو السابق عمل الردود فعل جميل جدا ومنقطعة النظير وحصل نقاش رائع جدا وكان النقاش فعلا ثري وملئ جدا بالأفكار والأسئلة والنقاشات وأسعدني أكثر صراحة أني سمعت اهتمام كبير جدا من أبنائي وبناتي طلاب الطب وما زاد سعادتي وشجوني الكثير أنه كان بالنسبة لكثير من زملائي في كل طب عامل الدفع ودفعة إيجابية جدا للتميز والإبداع وطلب العلم أسعدتني جدا أنه جعلت مني قدوة يحتذى بها وأستغفر الله العظيم أن أكون أفضل من أحد منكم وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجعلني خيرا مما تظنون وأن يغفر لي ما لا تعلمون عنه طبعا معناه ردود الفعل المتضاربة الإيجابية ومنها والسلبية دليل على أنه فعلا الفيديو كان يحمي الرسالة ووصلت الرسالة إلى كثير من الإخوة والأخوات بشكل ممتاز جاتني كثير من الأسئلة وأضطرتني أن أغأجل فيديو اليوم إلى الغد إن شاء الله تبارك إن شاء الله تعالى لكي أجيب على هذه الأسئلة لأهميتها وفي بعض النقاط وصلت قد تكون وصلت بطريقة خاطئة وحاول توضيحها طبعا فيه سؤال جاء عن هويتي أنا شو هويتي بالضبط أنا مسلم لأنه أحدهم تهمني بالكفر حضرمي مولود في الحجاز في المملكة العربية السعودية في مدينة جدة عام 1976 الآن أنا ألماني أعيش في ألمانيا ولكن لا أزال متمسك بخلفية الحضرمية وتربية السعودية واحد من الأسئلة جاءت يقول لي أنت درست في أي كوكب أنا درست على كوكب الأرض في مدينة عدن في الجمهورية اليمنية تخرجت من كلية الطب عام 2002 بالضبط الطب حرفة ولكن ليس ككل الحرف طبعا ليس وقف ولكن حرفة ولكن ليس ككل حرف كلامي كان إخوتي وأخواتي اعتبر حياتك وقف لوجه الله تعالى لأنك ستعمل كطبيب والسبب الريار والمهندس والشرطي والنجار والحداد كلها حرف محترمة وتكسب لقمتها بالحلال ولكن هؤلاء الأخوة إذا ما قاموا بعمالهم في أوقات راحتهم لن يموت أحد ولن يصاب أحد بأي عاهة أما أنت وأنت يا أخي الأخوة الأطباء إذا لم تقم بواجبك في حال محتاجك إليه أي إنسان بحجة أنك في وقت راحة أو بحجة أنك في إجازة أو بحجة أنك مش مستعد قد يؤدي ذلك إلى موت بني آدم قد يؤدي إلى دخول إنسان في عاهة مدى الحياة وموته أو دخوله في عاهة هو قضاء عليه وعلى أسرته ما لك أنك تؤدي واجبك في هذا الوقت أو في غيره فعلا قد يؤدي إلى دمار أكثر من شخص المريض أسرته وأولاده معروفا أن الطبيب بيأخذ مردود مادي جدا ممتاز وجدا عالي وجدا رائع ولكن ليس هذا هو الهدف الهدف هو خدمة المجتمع الهدف هو خدمة الناس الهدف هو أن تؤدي واجبك على أكمل وجه الهدف أن تكون أمام الهدف أن تكون أمام الله صاحب وجه أبيض وراية ناصعة لا تحمل فيها غش أو كذب أو كشف عورة على مسلم مش مسلم فقط أي إنسان أي إنسان اعتمنك على حياته اعتمنك على عورة واعتمنك على إسراره هذا الشيء مش موجود باقي الحرف ذلك أخي الذي سألتني أن الطب هو عبارة عن مهنة طب مهنة ولكن ليس كل المهن ولا يمكن أن تساويه بكل المهن الطب أنت مؤتمن فيه على حياة الناس مؤتمن على أسرارهم مؤتمن على عوراتهم الأخ النجار أو الحداد إذا تسبب في جرح أي إنسان من زبائنه قد يقاضيه ويدخل السجن أنت أخي الطبيب لما تجرح بني آدم وتعالج له ورم أو تعالج له إصابة أو تضرب وإبرة مريض حيقولك شكرا شوف الفرق فردة الفعل لذلك يجب أن يكون جرحك مدروس ومكان جرحك مدروس ويكون نظيف وتكون يدك نظيفة وكل إجراءاتك التي تتخذها تكون إجراءات مدروسة بشكل ممتاز جدا من عدة نواحي سؤال آخر أو تعليق آخر أنه أنا كنت ببالغ جدا في توصيف مهنة الطبيب أو دراسة الطب خلينا أوضح لك إياها من إجهة نظر أخرى في بعض الإخوة عند كل حدث يتوضع قد تراها أنت مبالغة ولكن بلالة بن رباح سبق الصحابة لنجلنا بذلك هناك من الإخوة من يتخذ إجراءات حماية ضد السرقة على سيارته أو على بيته من عدة اتجاهات من عدة مخارج ومداخل هناك من يراها أنها مبالغة ولكن هو يراها أنه لا أنا بحمي حقي بحمي أولادي بحمي بيتي هذا وجه نظر في يوم بالأيام أنه لام أنه والله استهترت في حماية بيتي وحماية أسرتي بسبب أنه والله وفرت فترة بسيطة أو مبلغ معين لحماية أسرتي أو حماية بيتي هذه وجهة نظر أنت تراها مبالغة ولكن هي لسا مبالغة هو يحمي بيته فقط كذلك كان وجهة نظري أنا كذلك طريقتي في الدراسة كانت قد ترواها مبالغة فيها جدا ولكن كنت أحاول أن أدرس وأتعلم من عدة أماكن ومن عدة مصادر لأني كنت أرى دائما أن المعلومة الطبية الواحدة تختلف من مرجع إلى مرجع ومن مكان إلى مكان قد تراها مبالغة ولكن كنت أراها حماية لمريضي وحماية لطلبتي وحماية لنفسي في المستقبل حتى أفهم هذه المكينة البشرية كيف تعمل وفي عملنا اليوم كلنا كأطباء نشاهد فعلا أنه ما درسناه في كتب الطب والمراجع أمامنا يتحقق شيء مغاير له جدا كلمة جميلة جدا علمني إياها البروفيسوري طالما تعدني بيقول لي معناها أنه لا يوجد في الطب أنه هذا شيء مش موجود كل شيء في الطب ممكن يحصل كل شيء موجود هذه ما تقدر أنت تلاقي لها ميزان إذا ما كنت قارئ ومطلع ومتعلم وملاحظ أكثر من الآخرين طبعا كنا نقضي أوقات فراغ جميلة مع زملائنا وزميلاتنا في كلية الطيب كنا نروح البحر كنا ننزل البار كنا نسافر بمدن وقرى جميلة لكن هذه الأوقات كلها كانت مطاحمة ومليئة بالنقاشات والحوارات والتدارس في أمور الطب وكنا فعلا ببعض الحال بنلعب ألعاب ما تخلو أيضا من أمور طبية بالذات في موضوع التشريح وموضوع علوم الأجنة حبيبنا وصديقنا الدكتور نبيل قاسم الجعوني كان واحد من محترفين علم التشريح كان بيلعب معنا بل بيلعب علينا ما شاء الله تبارك الله بعلمه في موضوع التشريح وبالذات تشريح العضلات والعصاب كان بيسألنا أسئلة كم بيعقدنا كنا بعض الأحيان بدنا نضربه بسبب صعوبة الأسئلة وهو ما شاء الله هيك عارف الله يوفقه وين ما يكون كان أخ عزيز وغالي جدا وكان فعلا مثال يحتذا به في كيف الواحد يستمتع بالعلم كنا نغير منه كنا نغير منه بقدرة وهائلة جدا على فهم علوم التشريح بشكل رائع حفظه الله طبعا ما كان الفيديو هو الغرض منه تخويف أحد أو تخويف أبنائي وبناتي الطلبة من دخول كل هذا الطب زي ما أنجز غيركم وسار طبيب انتم عندكم القدرة أيضا أنكم تنجزوا وتسيروا أطباء محترفين بل وأفضل من كثير من الأطباء الموجودين في الساحة كثير منهم الآن بالعكس أنتم عندكم ميزات أكثر الآن موجود الإنترنت موجود الوصول للكتب والمراجع بالتليفون الدخول على المراجع الطبية الدخول على العمليات الجراحية حضور دروس تشريح على اليوتيوب هذا أشياء كلها تختفي كانت مش موجودة أيامنا أشياء بالعكس بتسهل عملية التعلم والاستزادة من العلم ولكن لا تقلل من زاعة التدريس من وجهة نظري وأكد على كلمة وجهة نظري عشان أحد يزعر الطالب في كل هذا الطب والطبيب يظل كالإسفنجة لا تشبع من الاستزادة من المعلومات في كل لحظة وفي كل حين مجرد ما أن تمتلئ يجب عصرها في سلة الخبرات في سلة الخبرات ثم تذهب لتزيد زيادة من العلم حتى تمتلئ ثم عصرها مرة أخرى في سلة الخبرات في الوقت اللي تحس في أنك وصلت إلى قمة العلم وأن الإسفنجة امتلأت ولم تفرغها في سلة الخبرات سوف تصل إلى وقت تصبح الماء في الإسفنجة تعفن وغير صالح للاستخدام بمعنى أن يصبح علم قديم الطب دائم التحديث ودائم التجديد الطب دائم التحديث ودائم التجديد وإذا لم تكن مواكب أول بأول لما يحصل حولك فأنت لم تقوم بالأمانة أنت لم تقوم بأمانتك على أكمل وجه بأن تقدم لمريضك أفضل ما لديك وأفضل ما لديك هو أحدث ما نزل في الطب أعيد وأأكد هذه وجهة نظري لا أحد يزعل مني هذه وجهة نظري عجبت أخذها ما عجبتك مضرورة أخذها أرميها طبعا أبغى أكد أنه أنا لا أريد أن أخوف أبناءنا من شيء ولكن أريد أن أريهم الحقيقة كما هي أريد أن أريهم الحقيقة كما عشناها نحن ولا أريد أن أكذب عليهم وأقول لهم والله أن البحر طحينة لا البحر في أمواج وفي أسماق قرش وفي أسماق متوحشة وفي أسماق مفترسة بما أنه في شعب مرجانية جميلة وفي مناظر حلوة وفي قند البحر ولكن قند البحر هذه أيضا سامة أشياء جميلة جدا في البحر ولكن في أشياء برض خطيبة تكون مستعد ولم تكن جاهز لاستقبال المفاجآت قد تتحول المفاجآت بالنسبة لك إلى كارثة وتندم عليها الذي دمر بلداننا وقضى عليها هو زعامات أرادت أن تكذب على شعوبها بأن الدنيا بخير أروا شعوبهم أنهم أفضل الناس وأن بلداننا مليئة بالخيرات وأن فيها ما لا يعين رأت ولا أذن سمعت وعندما انكشفت الحقيقة وانكشف الغطاء أصبحت الشعوب متحطمة نفسيا مصاب الاكتئاب والسبب أنهم بنوا على آمال وأحلام وردية صنعتها لهم الأكاذيب وأنا لا أريد أن يواجه أبنائي وبناتي أي واقع مر أريدهم أن يروا الحقيقة كما هي أسم لهم الصورة كما هي وأريهم الحقيقة كما هي وأقول لهم هذا البحر وزم يقول الحضارة دخل البحر أقول يا نية ولا أريدهم أن يعيشون في يوم من الأيام مرحلة يقول تي 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 زي ما رحت زي ما جي تي لا أريد من أبنائي أن يبدأون بشكل سليم وصحيح عشان ينتهون بشكل سليم وصحيح في مثل إنجليزي جميل جدا علمني يا صديقي جميل الجمالي حفظه الله كان بيقول أنه الإنجليز بيقوله دائما عندما تبدأ بطريقة صحيحة لا يمكن أن تنتهي إلا بطريقة صحيحة أحد الإخوة علق أنه في كثير من المزملاء في كل الطب كانوا أغبياء ولن أصبحوا أطباء ممتازين جدا أخي العزيز أدعو الله سبحانه وتعالى أن لا يوقعك ولا يوقع أبنائك في أيديهم إن شاء الله في المستقبل إذا حصل لك مشكلة لمتأكد أنك ستبحث عن أيدي الأخرى وأحد الإخوة وضع أنه قدوة أن نضع التلفزيون في ورفة العمليات ونشاهد المباراة لا أتوقع أن هذا الشيء مضحف ضع نفسك مكان المريض هل تقبل أن طبيبك وطاقم العملية الجراحية وشاهد مباراة وأنت مفتوح بطنك أو مفتوح راسك أو مفتوح ظهرك وسلمت الأمانة كلها لعيادة هؤلاء الناس وهم مشغولين بمباراة كرة قدم الذي يرى أني درست في كوكب آخر غير كوكب الأرض لا والله في كوكب الأرض والله درست في عدن لم أدرس في كوكب آخر وقد أكون درست على يد نفس المعلمين الذين تعلمت أنت على يديهم وقد يكون اختبرني معلمين أختبروك أيضا ولكن أنا أحب عملي بشكل جنوني أعشق ما أقوم به وأعشق مريضي وأريد لمريضي دائما ما هو أفضل وأريد أن أقدم لمريضي دائما أفضل خدمة لذلك أشغل وكتي دائما لخدمته بمعنى أني في المستشفى أو في العيادة أقوم بعملي على أكمل وجه وفي البيت أمامي الكتب والأبحاث والمراجع لكي أقدم له كل ما هو جديد وكل ما هو حديث بالنسبة لي الآلة البشرية هذه والكائن البشري لغز جميل ولغز رائع أتمنى دائما أن أكتشف فيه جديد أتعلم منه دائما شيء آخر وشيء جديد كل يوم ويظل كل يوم ينكشف لي منه أسرار إذا لم أحب البحث والغوص في أسرار ومكنونات هذا الجسم ما أتوقع أنه سيعطيني شيء للإخوة اتهمني بأنني أمارس إرهاب فكري أخي العزيز الإرهاب الفكري تعريفه هو مصادرة آراء الآخرين وفرض رأيك بالقوة نحن نجي لقضية هل تنصح بدراسة الطب أو لا هذا السؤال أيضا فهم بشكل خاطئ من بعض الإخوة أحب أن أوضع طبعا أنصح بدراسة الطب أنصح بأن يتعلم الإنسان الطب والصيدلة والعلوم الصحية هي فروع علمية مهمة يحتاجها الإنسان في كل زمان وفي كل مكان ويحتاجونها البشر ولكن يجب أن تعرف على أي شيء أنت مقبل حرام والله حرام أن تضيع من حياة أبناؤنا سنة أو سنتين ثم يفاجئ أنه في المكان الخاطئ يجب أن يعلم مسبقا إلى أين هو متجه وماذا سوف يقابل وماذا سوف يعمل وما المطلوب منه حتى ينجح في هذا المجال وأرى أنه واجب علينا نحن أن نبلغهم ما رأينا وما قابلنا وما يجب عليهم أن يعملوا لكي ينجحون ولكي يتجنبون حتى أخطاءنا نحن وقعنا أيضا في أخطاء كبيرة جدا وهذه الأشياء اللي بنقدمها لهم براتنا وأخطاء اللي وقعنا فيها حتى لا يكررون الأخطاء اللي نحن وقعنا فيها لا أرى أن في ذلك عيب أو ضير أني أقول أني أخطأت طبعا كنا بنوقع في أخطاء كبيرة جدا وأخطاء أخرت حياتنا جدا واضطرين أن نحن نعيد سنة أو سنتين من حياتنا بسبب خطأ لم ينبهني عليه معيد أو طالب سبقني بسنتين وثلاث سنوات أن توفرت وسائل التواصل الاجتماعي من السنابشات واليوتيوب والفيسبوك وأرى أنها ألزمتنا الآن بأن نرسل خبراتنا للأجيال القادمة لكي يتجنبون أخطاءنا التي وقعنا فيها من المجحف ومن المغضب أستمع وأرى تعليق من أحد الأخوة يقول خليهم يعيشوا الأخطاء اللي أخطأناها خليهم يشوفوا نحن قديش تعذبنا ليش بدك تعذب الناس نحن تعذبنا لأننا لم نجد من يعلمنا لكن نحن الآن يجب أن نري الآخرين أين تقع مواطن الضعف حتى لا يقعوا فيها إخوتي الأعزاء الطبيب له حياة خاصة حياة ذات طابع خاصة حياة مليئة بالأحداث حياة الطبيب حياة تقوم بنشر الحياة في الأجساد الضعيفة رسم الابتسامة على الوجيهة الذابلة إعادة الصحة بإذن الله إلى الأجساد المريضة التي ضلت تعاني لأيام وأشهر وسنوات الطبيب يعيد الأمل إلى أسر فقدت الأمل بسبب مرض أحد أفرادها حياة الطبيب مليئة بالتواضع مليئة بإنكار الذات مليئة بالعطاء مليئة بالخير هذا رأيي من خالفني أو من اعتفق معي أرحب بالجميع أرحب بالنقد البناء أؤكد على موضوع يا أيها الأخوة الأفاضل أنا مسلم أنا مسلم سؤال توجه لي بشكل كثير أنا مسلم وأفتخر بأني مسلم وسعيد جدا بديني ولا أريد تغييره أنا مسلم وسأظل مسلم ولنا لقاء إن شاء الله مرة أخرى في موضوع سنة أولى طب هذه لازم أتكلم عليها لازم مهمة جدا ترجمة نانسي قنقر